بإحداث تغيير جذري في الوطن على مختلف المستويات على أن يكون الانطلاق من تعديل الدستور الذي سيشارك الشعب في سياغته ويرى ربعين أن هذا التعديل ينزع عن رئيس الجمهورية صفة القاضي الأول في البلاد ويصبح مواطنا كغيره يحصب من طرف القضاء جريدة الشعب قالت موسى تواتي خيار المقاطعة ليس حلا للتعبير عن الرأي السياسي وبالعيد نحمل لكم شعاع الأمل والتغيير الحقيقي استهل مرشخ حزب الجبهة الوطنية الجزائرية للانتخابات الرئاسية موسى تواتي حديثه خلال تنشيطه تجمعا شعبيا بالمكتبة الرئيسية للمطالع العمومية بأدرار بالترحم على روح المناظلة بحزب الأفنى عمار يمينة التي وفتها المنية في الأسبوع الماضية واعتبر تواتي أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعريج على أهم الانشغالات التي تهم المواطن الجزائري لسيما فئة الشباب الذين يحتبرون رجال المستقبل قال عبدالعزيز بلعيد مرشح حزب المستقبل للانتخابات الرئاسية أمس من البليدة أن برنامجه فيه الشق الاجتماعي والاقتصادي مشيرا إلى أنه لا حديث عن استقلال حقيقي دون استقلال غذائي يقوم على التصدير لا على الاستراد والتنويع في الانتاج الداخلي بالاحتماد على الفلاحة وقاعدة صناعية متينة التي للأسف لا تترجمها الأرقام الحالية في الصحفة الناطقة بالفرنسية جريدة الإكسبريسيون قالت وكتبت على عكس الانتخابات الرئاسية السابقة فقد قررت وسائل الإعلام الأجنبية استكشاف الجزائر الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية حيث من المقرر أن يأتي 200 صحف من وسائل الإعلام متعددة ومختلفة من بلدان عربية وأوروبية ومن بين أبرز الأشياء التي شجعت على قدوم هذا الكم من الصحفيين لتغطية الحملة والأجواء والانتخابات الرئاسية في الجزائر هو الأمن في حين تعتمد قنوات تلفزيونية أجنبية على الصحفيين جزائريين كمراسلين جريدة لسواغ دالجيري قالت لشيمينو بغاليز لورايو وكتبت تسبب الإضراب الذي شنه أمس سائقوه ومراقبوه أعوان القطارات في شلل تام لحركة القطارات على مستوى العاصمة أين اضطر المسافرون لتوجه نحو محطات الحافلات التي اكتضت عن آخرها في الوقت الذي يواصل العمال إضرابهم مطالبين بمنح مخلفاتهم المالية التي تعود لمارس 2010 في الصحف المحلية بداية بجريدة آخر ساعة التي قالت أنبار ومسؤولين بعنبا متأميار ومسؤولون بعنبا متورطون في منح سفقات بطرق غير قانونية وكتبت كشفت مصادر مطلعة بأن مصالح الضارك الوطني بعنبا بشرت تحقيقات حول عدة قضايا تتعلق بمنح مشاريع بطرق غير قانونية بالعديد من بلدية الولاية وحسب ذات المصادر التي أوردت الخبر فإنه تم توقيف عملية استداء رؤساء بلدية ونواب وكذا مسؤولين بالإدارات لسماع أقوالهم في إطار مجريات التحقيق تزامنا مع انطلاق الحملة الانتخابية صوت الغرب قالت وهران في المرتبة الثانية وطنيا من حيث انتشار الجريمة وكتبت كشف مدير الأمن العمومي والاستعمال بقيادة الضارك الوطني العقيد محمد الطهر بن عمان أنه خلال تحليل عدد من القضايا المعالجة من طرف وحدات الضارك الوطني خلال سنة 2013 تم تحديد الولايات الأكثر تضررا من الإجرام بجميع أشكاله على رأسها الجزائر العاصمة التي وقعت فيها 16.7% ثم تليها ولاية وهران بنسبة 6.36% ثم ولاية تصطيف وبعدها البليدة في المرتبة الرابعة نختم بتصريح عبد المجيد مناصر رئيس جبهة التغيير الذي قال إن خيار المقاطعة الاستحقاقات المقبلة أو الحيادة والانسحاب من سباق رئاسيات هو دون مستوى المصلحة العليا للوطن لأننا نريد أن يسلك الشعب طريق العملية الديمقراطية والمصار شكرا لقبولك الدعوة أستاذ حميدوش حملة انتخابية الكل يتحدث عن البرنامج والبرامج والأهم في هذا هو البرنامج الاقتصادي الموطن هكذا يفهم برنامج برنامج اقتصادي لكن ما يعرفوا ما معنى حقيقي وما معنى برنامج اقتصادي إذا حبينا نعرفوا برنامج اقتصادي أستاذ حميدوش البرنامج الاقتصادي يعني هو يضم يعني التوجهات أهم التوجهات في المجال المالي في المجال المصرفي كيف يتم لمل الانتخار يعني التوجه والاستثمار كيف رايح نحفز الاستهلاك في خدمة منتوج أو في خدمة استراتيجية كيف تكون أهم العناصر والمحاور الخاصة بالعملية اللي متعلقة سواء بتطوير الاستثمار توجه يعني تفضيل الاستهلاك عن الادخار أو تحسين الادخار من أجل تمويل عملية الاستثمار أيضا في الحقيقة الإشكال اللي يبقى مطروح هو أن برنامج الاقتصادي في معظم الدول يهمهم في محاور ثلاثة المحور الأول اللي هو كيف يتم تمويل العمليات والخاصة بهذا البرنامج إذن عملية التمويل معناه ضرائب إذن الناس لما تشوف برنامج تشوف ما هي الضرائب اللي تنبثق عن هذه البرامج أو إذا كان ما فيش زيادة في الضرائب معناه يكون إما زيادة في الإنفاق أو تقليص في الإنفاق الشيء الثاني كذلك المواطن اللي يهمه البطالة إذن ما هو موقع البطالة في هذا البرنامج كذلك يعني لما نتكلم على البطالة نتكلم أيضا على النمو المتوقع النمو الاقتصادي نسبة النمو والناشطات اللي رايحة تعرف أكثر تدهيم وفي الأخير يعني بالإضافة إلى يعني هذه النقاط الثلاثة يعني ما هي الأولويات اللي رايح يعرفها هذا البرنامج بالنظر إلى الحاجيات المتعددة على المواطنة أستاذ حميدوش لما نقوله كم يتطلب وقت أولا شكول اللي يضع هذا البرنامج هل خبراء اقتصاديين أساتذة اقتصاديين جميعيين مترشح نفسه يضع وكم يطلب بنا من الوقت فعلي حتى نقول برنامج اقتصادي لدولة بحجم الجزاء شوف هو قبل ما نتكلمه على برنامج ولا أنا ما أصدر هو في الحقيقة يليق نوضه يعني سواء كمترشحين ولا كأحزاب يا هل ترى هذه الناس راها في اليمين ولا راها في اليسار غوش دروات غوش دروات واش معنتها خلينا نفهموا غوش دروات شوف الديمقراطية في فرنسا لما بدأ أول برلمان جمعها ريحة في اليسار وجمعها ريحة في اليمين اللي ريحة في اليسار هي الناس اللي تأمن بتدخل الدولة معنتها دولة هي اللي تدعم لطاة بروفيدونس يعني الدولة هي تدير كلش بينما الناس اللي ريحة في الالدروات واش تأمن تأمن باللي الدولة عندها غليميسيون ريقاليان يعني المهمة انتحها الحماية الأمن إلى آخر وبالتالي يتقلص الدور انتحها يعني فكر آدم سميث وفكر كارل ماكس يعني نجيبه كيفاش نحشويا الضرائب ونخلصه للعسكار والبوليس إلى آخره وأيضا معناه نديره التنظيم والتقنين هذا هو إذن كذلك بالنسبة للاقتصاد معندها لاغوش ولا اليسار يأمن باللي الدولة هي اللي رايحة تعاون يعني تعاون تعاون الطبقة يعني أكثر تدخل واليمين يقول لك ما نتدخش نفس الشيء يعني حتى في أمريكا أمريكا كاين الجمهوريين وكاين ديمقراطيين إذن بالنسبة للديمقراطيين الأصل أنت حمسي لفيدراليست يأمنوا بالفيدراليست يعني يأمنوا بالفيدراليست يعني يستخدموش باش من طولوش بركات لا 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 يعني شيء هذا هام 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 جدا لماذا؟ لأنه لما يليق نشوفوا البرامج يليق نصنفوها يعني ما كاشت مئة أحزاب ولا كاين مئة أشخاص كاين توجهين راك في اليسار ولا في اليمين إذن نعود نعود خلينا نكمل بصيفة مختصة الجمهوريين والديمقراطيين إذن الديمقراطيين بكري أمنوا بالفيدراليست وش معناتها في فيدراليست معناتها في حكومة مركزية هذا الحكومة المركزية هي عندها كل صلاحية والتدخل بعد يجوا الجمهوريين اللي ما يأمنوش بالفيدراليست يأمن باللي ما كانش تدخل تعدى ولوه بالتالي الآن نشوفوا الحوار مثال الحوار يعني السياسي وبما فيه الاقتصادي معناه الجمهوريين يقول لك لم يكن تدخل إلى الدولة. الدولة لم يكن لديها حتى. لديها غيمة هام تعلق الأمن وووو. وبينما الديمقراطيين سوف نرى هذه الخطرة. يعني أوباما يتسارع مع الجمهوريين. وفيما يخص برنامج أوباما. يعني فيما يخص برنامج الصحة. نديروا اقتطاع الظرائب. طيب أستاذ حميدوش. لن نضغل في التعريفات. لأننا لا نحب نكون نقاش أكاديمي. لن نرى المواطن. أستاذ حميدوش كاين يمين وكاين ياسار. لكن قل لي فقط مترشح ما لرئاسيات برئاسيات الجزائر. مثلا ما لازم الوقت تقييمة هكذا. ما لازم الوقت باش يحضر حقيقة برنامج اقتصادي. شوف يعني برنامج اقتصادي. يعني لما باش يتحضر. هو المشكلة رقم واحد. هو أن رايحي ضم يعني خطوط. وهذك الخطوط فيها محاور. هذك المحاور نتيجة انتاحة. هو اللي يكونوا إرادات. واللي يكونوا نفاقات. كل شخول ميزانية. إذن هذه الإرادات هذه مين رايحة تكون. وهذه النفاقات مين رايحة تكلفنا. معناها على الأقل تقييم هذا البرامج على المدى المتوسط. تحت خمس سنين. إذن مرحلة الأولى هو التقييم رايحة يعني تطلب على الأقل سنة. ما بين جمع المعلومات ضبط المشاريع ويعني مضجها وإعطائها السيغة النهائية. هذا يعني للأقل رايحة تكون سنة. الآن تحكيم فيما يخص كل هذا المحاور لأنه مهما تكون يعني لسوي يعني عتبة اللي جارية راح تكون محدودة. فبالتالي رايحة تدير تحكيم يعني بالنسبة للأفكار اللي عندك رايحة تدير تحكيم اللي رايحة تكون في الأولوية واللي رايحة تكون في الثانوية. يعني التحكيم في الحقيقة رايحة يطلب أيضا تقريب سنة. السياغة سياغة النهائية ستة شهر. معناه إذا كنا يعني دي جون سيريو معناتها باش نضبط برنامج ويكون مضبوط يمكن الدفاع عنده في اعتقادي سنتين ونصف. سنتين ونصف. مساء حميد وش متشوف انه هناك خلط ربما بين برامج اقتصادية اللي تحتوي على ارقام احصائيات دراسات يعني خطوات ووعود اقتصادية. لما نقول مثلا خلق ثروة خارج المحلوقات هذا ليس برنامج اقتصادي هذا يعني وعد اقتصادي. برنامج اقتصادي لازم له خطوات كيفاش تحقق هذا الشيء. يعني شوف للعمومة يعني الناس راه تقدم عبارة عن توجهات عامة ولا افكار شاملة. شاملة. ولكن هو في الحقيقة برنامج لما نقدم برنامج فيه نقدر يعني يكون فيه تلت محاور. كي المحور الاول فيما يخص سياسات. سياسة الاقتصادية سياسة النقدية سياسة المالية سياسة الضريبية سياسة الميزانية كيف راح تكون. يا هل ترى اذا كان تكلمنا عن السياسة المالية يا هل ترى نخلو على قانون مالية 84. نخلو برنامان معنتها ما عندوش حق في الارقام عندو حق غير في الجهة التشريعية. لما نتكلم على سياسة النقدية يا هل ترى نخلو محافظ بنك مركزي كأنه رئيس مصلحة. لما نتكلم على السياسة الضريبية يا هل ترى نخلو مازال تهريب الاموال. نخلو مازال يعني عقلية شكارة. نذكر ان حكومة في الالفين واحدة اش دارت مرسوم. ويندقول يعني دفع فوق خمسين مليون سمتين. خمسين مليون يجب سك. إلي شك شك. قامت الدنيا حكومة راجعت. يا هل ترى نبقى ونتمشوا بهذه الطريقة. كاين بما يسمى النظام الضريبي. مازال يعني يبقى الموظف يعني ندولوا الاقتطاع مباشرة من الضريبة. بينما صحابة شكارة يعني ما تنحلوش سنتيم. هذي هذه هي البرامج اقتصاديةه. الآن نروح في القطاعات. يعني القطاعات الاقتصادية. وشنه هو دور الفلاحة. وشنه هو الدور الصناعة. ما ناجين قادرين ديل �تراتيجيات. وشنه هو دور التكنولوجيات والاعلام. وشنه هو دور الفلاحة. وشنه هو دور السياحة. واشنه هو دور.. ايضا يعني الصيد البحري. يعني ي هناك قطاعات اكتصادية. وشنه هو دورicht. أستاذ حميدوف. بأرقام بإحصائيات بدراسات بالطبع وأيضا نجي في الأخير يعني تكون نظرة أيضا أكثر مدققة لما نتكلم على الشعوب يعني الشعب يعني الفليار وليبرانش يعني القطاعات الناشاط الاقتصادي يعني شكون هو القطاع اللي قادر يكون وين عدنا تنافسية شكون هي الولاية يعني واشن هي قدرات الولاية بالنسبة الولاية الأخرى عدنا كفاءات أستاذ حميدوش باش نديروا هذه الدراسات في الجزائر كفاءات جزائرية يعني بصراحة يعني لما نتكلم على السياسات أنا في اعتقادي الجامعة يعني تخرج لك يعني فيها أكثر من يعني مليون يعني متحصل على يعني شاهدات جامعية في اعتقادي لو الروح غيف الويعة فيما يخص الأطروحات فيما يخص المقالات يعني هذا من جهة لو الروح يعني كأشخاص عدك ما توجد لما تتكلم على الفروع يعني كاي الناس اللي هم متعاملين كاي الناس اللي هم صناعيين عايشين يعني مشاكل يومية عارفين وين مضرورين وعارفين القدرات تنتحهم في الداخل وفي الخارج إذن إذا كان في حوار مع إذا كان في حوار مع يعني كل الفاعلين نقدروا نوصلوا إلى ضبط برنامج بيئة طيب أستاذ حميدوش علاش الآن في الجزائر أنتم المسؤولين الأوائل يعني خباراء أو أساتذة جامعين أو بعدناش رؤية اقتصادية موحدة قال هذه الرؤية الاقتصادية اللي يبقى فيها الاختلاف يعني اختلاف بسيط مثل دايمن ما نشوفه في فرنسا ونشوفه في أمريكا هناك رؤية اقتصادية على الأقل يتفق عليها الجمهوريون مع ديمقراطيون واليمين مع اليسار في سبعين بالمئة وخمسة وسبعين بالمئة تبقى حنا في الجزائر لمعدناش أستاذ حميدوش رؤية اقتصادية موحدة نطرحوها للنقاش قال هاي البرامج الكبرى اللي رأنا نسلناه فيها هو المشكلة اللي هو بصراحة اللي يجي من الإعلان نعاود نذكر شوف لما نتكلم على أوروبا شوف مليح الآن مثال في فرنسا عندهم يعني الحوار انتحهم هو جاي مع الأحزاب مباشرة معندها عندهم الفاعل يعني الفاعلين هو المجتمع المدني لما نروح في المجتمع الامريكي ما كانش مجتمع مدني كان يسمى مخابر أعفوا المخازن الأفكار واش معندها معندها لما يكون مشكل اقتصادي يكون يجو يجو أصحاب ولذوي العلم اللي مختصين إذن عندهم برامج اقتصادية ولا برامج مختصة لحل هال يعني لطرح هذه الأسئلة شوف يجيك في حصى اليوم واحد مختص في الياسار يقنعك أسبوع من بعد يجيك واحد مختص في اليمين يقنعك بالعكس ولكن مع الوقت مع الوقت الناس الذي كان لديها فكرة كيف يكون لديها الحل والحل يكون علمي ما هوش حل يعني سياسي وبالتالي واش رايح يجي يجي اموبيليون بيبليك يعني معنده رأي عام رأي عام وبالتالي واللي فيه اجماع ويقول لي فيه اجماع يكون من بعد في اليمين ولا في الياسر رايح يوصل لهو أحسن حل لأن هذا الحل هو اللي متفق فيه الجامعة الجامعة في مسائل يمين وممكن مسألة نرجح في فكرة اليمين في مسألة أخرى نرجح في فكرة الياسر هذا وضعوا برنامج اقتصاد الموحد لأنه لديمقراطيين ولا جمهوريين لأنه مفتوحين لكل الأفكار ونزيد لاحظ شيء معناه هيكون جمهوري ولا ديمقراطيين في الخارج عندهم نفس اللغة لماذا؟ لأن الرأي العام تبنى على فكرة واحدة طيب أستاذ حميدوش أنا اليوم خذيت برنامجين اقتصاديين لكل من المترشح بالعيد عبدالعزيز وفوزي أربعين رحوا نشوفوهم ومخرجين ممكن تعطينا البرامج الاقتصادية للمترشحين طيب أستاذ حميدوش البرنامج اقتصادي للمترشح بالعيد عبدالعزيز هذا وش فيه؟ فيه أفكار ربما أنا منيش خبير لكن إعطاء الموحيط الاقتصادي عناية نوعية لرفع النمو نحو مستويات عليا وخلق الثروات خارج خطاع المحروقات وضع آليات وحوافز جديدة لجلب المستثمرين الوطنيين والأجانب عبر خلق تحفيزات جبائية تسهيل حصول على الأراضي والمرافقة الإدارية وضع يعني رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي رفع من تنافسية المؤسسات تنظيم المنظومة الجبائية لتشجيع المنتوج الوطني يعني أفكار هكذا برنامج اقتصادي لفوزي ربعين إنشاء مرصد وطني للاستراتيجية الاقتصادية والاستشراف إعادة تأهيل بانك الجزائر استحداث مؤسسات مالية ذات مصداقية إعادة النظر في قانون الاستثمار تشجيع المنافسة الوطنية والدولية أستاذ حميدوش هل نقدر نقوله هذه برامج اقتصادية في الحقيقة يعني كي نقوله برنامج اقتصادي معناه ما هو السؤال اللي هو اللي يطرح ما هي الأهداف اللي حابين نوصلوا إليها من خلال هذا الأفكار المعروضة إذن هذا هو السؤال اللي يبقى ما تروح لهذا المترشحين اللي يحطوا هذا البرامج الآن وين حابين نوضع الاقتصاد انتعنا الوطني بالنسبة ما يخفاكش باللي الجزائر رها في شمال إفريقيا رها في موقع استراتيجي يا هل ترى حابين نوضع اقتصاد وين نستغلوا هذا الموقع كموقع نعطيك أن الإمارات العربية استغلت الموقع انتحة يعني موقع استراتيجي ولت يعني والآن نشوف الاقتصاد انتاحة كيف ولا اقتصاد طيب مخرج عطينا بعض البرنامج حتى نشوف بعض الأفكار السيد حميدوش قل لي فقط مخرج عطينا يعني قل لي فقط اعطاء المحيط الاقتصادي عناية نوعية لرفع النمو نحو مستويات عليا وخلق ثروات خارج خطاع المحروقات بمساهمة ورعاليات وحوافز جديدة لجلب المستوى هل هكذا يعني يعني شوف في الحقيقة السؤال الأول هو الإشكالية تاع الجزائر المطروحة منذ 1962 إلى 2014 ولا حكومة يعني باون ما نقولوش 62 عفوا من الثمانية وسبعين واثنين وثمانين وين أصبحنا يعني بلا 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 بيترول ما ناش دولة إذن يعني نقول متنين وثمانين إلى الفين وربعة عش وحنا هذا المشكل طار مطروح ولا حكومة قدرت يعني توجد الحلول إذن هنا طرحنا الإشكالية وبرنامج من المفروض يطرح الحلول يطرح الحلول إذن في الحقيقة الحلول هنا تطلب خباراء نعطيك هنا مثال الوزارة الاستشراف اللي كان فيها البشير مسيطفة تكلم عليها في وزير 40 قال عطينا برنامج وزير 40 قل لي فقط أستاذ حميدوش مخرج قال لك إنشاء مرصد وطني الاستراتيجية الاقتصادية والاستشراف نحن أصلا نحينا كتابة الدولة نعطيك هنا مثال يعني الوزارة الاستشراف حطوا أولا منهجية من أجل ضبط برنامج 2015 و2019 خمس سنوات وكذلك منهجية عمل كيف الجزائر تكون على خمسين سنة إذن معندها أن يعني هذا التوجهات هذه كخبارة غير فيما يخص وضع منهجية عمل رؤية يعني دامت أكثر من سنة حتى بانت معالم يعني طريقة العمل وكيف يتم وضع المحاور والأولويات الآن طرح الإشكال ما هو ش معنتها عندك الحل ما هو ش معنتها عندك الحل طيب الأستاذ حميدوش قولي فيما يخص الاستشراف نحن كانت عندنا يعني كتابة دولة هكذا وزارة تعمل صيدفة نحينا الاستشراف هل يعني نستغنينا على الاستشراف لا أشوف الحقيقة يعني في وزارة الاستشراف يعني كان ليشرف وين استدعاني يعني للوزير السابق باشتير مصيدفة في وضع البرنامج كانوا يعني واحدة الجماعة كبيرة من الخبراء ولكن يعني في الأخير هذه الوزارة رح تابعة الوزارة المالية يعني دارت برامج يعني برنامج تح خمس سنوات وزارة المالية رح تحضر فيما يخص للإنفاق تح 2014-2019 معناه أن اللي يجي رئيس على الأقل غادي يسيب هذا البرنامج الشيء الثاني هو أن المؤهلات البشرية مازال موجودة ما هو شمعانتها إلغاؤها معانتها مسحوها وإنما ربما طريقة يعني كيف يقولوا لهماتيار يعني المادة المادة رح موجودة طيب أستاذ حميدوش فوزي ربعين تكلم على إعادة هيكلة بنك الجزائر نحن نعرفه ربما من بين مهام بنك الجزائر هو يعني وضع سياسة نقدية تتلائم مع الخطة الاقتصادية الكبيرة للبلد أو قال لك إعادة تأهيل بنك الجزائر من حيث مهامه هل يعني بنك الجزائر الآن يتلائم مع سياسة نقدية اللي يضحها هو المشكل المهام البنك المركزي اللي يكونوا في المستوى شوف لافد بنك المركزي أمريكي يعطينه تلت مهام مشينيا اللولا تضخم تضخم مصلاحية تنتعو إذا كانت مصلاحية تنتعو ما يستناش ديوان الوطني الإحصاء يعطيه الأرقام هو اللي يجيب الأرقام وهو اللي يستشرف الأرقام معندها ضروك يعطينا رانا في في مارس يعطينا الأرقام المتوقعات عن نهاية جوان يعطينا الأرقام المتوقعات عن نهاية سنة وما هي السياسة المنتهجة وبالتالي قد تكون عنده يعني سياسة اتصال باش الناس تعرف ورانا متاجهين الشيء الثاني معنا كين قلو التضخم معنتها نحافظه على مستوى الأسعار معنتها أنا أنا كمواطن يهمني غدوة قدرة شرائية تحافظ لي عليها الشيء الثاني اللي هو كذلك هام آآ البيطالة شوف لافاد كان يعني حدد نسبة البيطالة خلال هذا الفين واربعة عشر تكون أقل من سبعة بالمئة الآن راها عنده آآ وصل ستة فاصل ثمانية بالمئة راها أحسن من الهدف اللي حققها إذن الآن إذا كان عاودنا البنك المركزي راها ستة فاصل ثمانية وستة حالية في الولايات المتحدة الأمريكية نتكلم معناه أن إعادة المهام إعادة المهام انتاعه هو أن يعني وشيء الثاني اللي هو أهم من كل شيء هو إعطائه الاستقلالية محافظة البنك المركزي في أمريكا والله ما يحط رجلي في البنك المركزي إلا إذا كان فات على مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ في ميات سيناتور إذا كان جاب أقل من وحده خمسين صوت والله ما يفوت هذا وش يعني يعني أن حتى رئيس الجمهورية إذا كان واحد موت مترشحين ما يجيب لك إنسكريب ويار معناتها واحد كان في البنك المركزي إيداري ولا واحد معناتها نعام سيدي داكور سيدي معناتها واحد جايب سياسة جايب فكرة جايب يعني قدرات وهذه القدرات يعرضها أمام مجلس الشيوخ أمام مجلس الشيوخ وبتالي عنده كل سنة يتحاسب عن الأعمال السياسة أو معناتها يكون مستقن كل الاستقلال عن المجال السياسي السياسي طيب أستاذ حميدوش حتى نتكلم على معرض الصحافة في جريدة النهار بشرط الاستثمار في المنتوجات التي تشهد ندرة ست ملايار قرض بدون فائدة للفلاحين القرض يتطلب توفير أربع وثائق فقط والتسديده يكون ابتداء من السنة الثالثة واش رأيك في هذا الإجراء أستاذ حميدوش هو شوف في الحقيقة في الفلاحة ما زر عدنا مشكل ماتين وستين المشكلة انتعنا تعالى الفلاحة ما زرنا جايبين واحد الفكرة يسموها الاكتفاء الذاتي هذ الفكرة هذي فكرة تعالى الاشتراكية فكرة تعالى الاشتراكيين فكرة ماش تعلها غوش ماش تعل ياصر تعالى أقصى ياصر على معناه شوف هو في الحقيقة أنا ما نحوش يليق نحوش على فلاحة وين توكنني يليق نحوش على فلاحة وين الميزان التجاري يكون فيه فائق في هذا النقطة بالذات سيد حميد أسمح لنظيف لك نقطة أنه أنت محق لأنه هذا الفلاحين اللي الدولة كل مرة تمسح لهم ديونهم هو في الحقيقة يقوموا بفلاحة معاشية يعني ما عندناه مش إمكانية كبيرة الضخرة لهذا كل مرة يفشلوا وكل مرة الدولة تمسح ديونهم ثم يفشلوا وأغلبهم هم مش مأمنين يعني في تأمينات بيأمنوش بالتأمين على المخاطر الفلاحية يعني لما تصرى مخاطر الدولة تعوضهم ودائما يعني هكذا دائما نعوذ نفس المشكلة هو شوف يليق الفلاح يكون بزنس من معنات هاب اللي يعرف يقيم المشروع أنتاعه يعرف يفهم واشن هي الأرباح اللي ينتظرها يليق يعرف كيف هي تكتل وكيف هي بيع في الأسواق الخارجية هذي تطلب تنظيم إذن إذا كان ولينا نفكره في الفلاحة ميزان تجاري إذا كان مثال إحنا العمل تأقع الفلاحين مثالا إذا كان العمل تأقع الفلاحين يساوي مليون ساعة وهذه مليون ساعة نقسموها واحد يدير في القمح واحد يدير في البطاطا واحد يدير وواواواواوا وبالتالي نحاوسوا على هذه فكرة الاكتفاء الداتي هذا هو الغلطة نتعنى هذه المليون ساعة إذا كان إحنا قادرين غدوة نعرف نديره اللوبيا ماشط ولا نعرف نديره شلاظة ولا نعرف نديره كوروم ولا نعرف نديره هذه ولا هذه وهذه قادرة تجيب بنا نصدروا في الأسواق الخارجية غدوة هذه المليون ساعة ندوها وين عدنا يعني وين عدنا ميزة نفسية وبالتالي قادر نستورد مليون حاجة ونصدر عشر حاجات ولا خمسطعشن حاجة ولا زوج حاجات ولكن في النهاية ميزان التجاري يكون عندي فيه فائض ربعة ولا خمسة ولا عشرة مليار دولار يجيبوا القطاع يجيبوا القطاع الفلاحي ما عليش نستورد كل شيء إذن إحنا مازال ما دام في الأفكار هذه هو أن مليون ساعة يعني هذه المليون ساعة تقدر تكون حتى تسعين ولا خمسة وتسعين بالمئة نوفوها في منتوج اللي ربما تكلوا فانتاعوا تكون غالية إذن الآن إعادة النظر فيما يخص التوجه الاستراتيجي بالنسبة للفلاحات يعني عندي حاجة مهمة بالنسبة لما تكلمنا عن المترشحين إذا كان لو تسمح إحنا دروك عدنا مشكل هو أنه لما نشوفوا البرامج في الحقيقة برامج في المجال الاقتصاد يعني ما نتكلمش عن المجالات أخرى ضعيفة باش ما نقولوش ضعيفة جدا التعويض انتاحة واش رايح يكون رايح يكون في الخطاب كاين يعني هامش كبير ما بين واش ينقال واش تقدر جسد حقيقة واش هو مكتوب إذا في الحقيقة واش راه ينقال رانا نغطوا هذا العجل بما يسمى بلا بوتفليقافوبي واش معنتها معنتها خمس مترشحين بالنسبة للخيطات بنتاحهم هو يعني وضع الأصابع ولا الضحف ولا الشتم بالنسبة لمترشح آخر في الحقيقة هو من المطلوب قالوا دي واش عندك في الجعبان تاعك واش رايح تجيب لي نعم هذي لابوتفليقافوبي اللي قنحوها وليق ثاني شيء مهم في الخطاب هذا اللي قنحو ما هو يعني غير آدابي إذن كاين أشياء يليق منظر وك اللي قنفصلوا فيها طيب والله شيء يعني ثلث أشياء هامة لما نقولوا في لابوتفليقافوبي نقولوا باللي يعني آآ ثلث عهدات نذكر باللي آآ روزفالد دار آآ ثلث عهدات العهدات الثالثة في وقت جورج واشنطن 1796 كيجا باشي ديل العهدات الثالثة ما دارها شولت عندهم سنة كيجا آآ روزفالد دار العهدات الثالثة وما عندهم شي عقدة يعني ما عندهم شي عقدة إذن الشيء الأول يعني يليق نحو هذا من الأدابيات الشيء الثاني لما يقول لك وصلاح ما يدوش الوقت انتهى المخرج يقول له يعني زوج نقاط هامة لما نتكلم على قال الشيخ كبير دوغول في الخمسة وستين كيطرشح كان في عمره خمسة وسبعين عاما الشيء الثالث لما يقول لك مريض نعود نرجع الروزفالد يعني في العشرين كان جوفيرنور في الواحد وعشرين يعني أصابه المرض يعني شلل وبالتالي في الثلاثين في ستة وثلاثين وفي الرابعين يعني كان رئيس بدون عقدة